اشتركوا في القناة نحب جمهورية مصر العربية وخاصة جيلي لنا في مصر باع كبير جدا ونتردد ونمتلك بيوت في مصر وكثير من أبنائنا والجيل القديم كله تعلم في جمهورية مصر العربية فمصر يعني معانا منذ الصغر لحد الآن ونحن في هذا السن خليجيون في حب مصر بعد 25 يناير ثورة 25 يناير كان هناك وسائل الإعلام المصرية أنه هناك نهب وضرب وقتل والشوارع ومشاكل في مصر وكذا فاحتار الواحد ما بين التصديق أنه هل ما يروى في الإعلام صحيح أكيد مصر بهذه الصورة البشعة اللي قاعد الإعلام يطلع عليها وكذا فكان لي وزير السياحة صديق عزيز اسمه منير فخري عبد النور اتصلت فيه وقلت له معا للوزير احنا بنسمع أخبار بشعة عن الشوارع والناس بتنهب وتضرب وكذا فأنا بيودي أني أجيب إعلام كويتي إلى جمهورية مصر العربية ننقل الصورة واحنا هنكون أكثر مصدقية من أي إعلام لأن احنا بنفسنا اللي يراحبه فمعا الوزير رحب ترحيب شديد جدا جدا في الموضوع وكونت فريق من كل الصحف الكويتية ومن تلفزيون الكويت وكلمنا الوزير ومشكورا الوزير بعد تذاكر حق وطرنا من الكويت إلى جمهورية مصر العربية وبدأ الفريق ينزل في ميدان التحرير وفي كل مكان ويقطي ما حدث في جمهورية مصر العربية ثم مع الوزير رتب لنا زيارة إلى الإسكندرية وبعدها زيارة إلى شرم الشيخ ورجع الفريق الصحفي وقطه بشكل جيد وبصورة تختلف عن الصورة التي كانت تنقل في ذلك الوقت بعد ذلك أتى الوزير ومساعد الوزير اللي هو بعد ذلك صار وزير السياحة هشام زعزوع وقابله سمو الأمير وقابله أماني برسلي كانت سياحة تتبع وزارة التجارة وصارت علاقة جيدة في ذلك الوقت من هنا ياتفكرة أن الدبلوماسية الشعبية تلعب دور كبير جدا في تغريب الشعوب وتعزز العلاقة ما بين الكويت وما بين أي دولة فانطلقت أنا من هذا المنطلق إلى أني طلبت موعد مع الفريق السيسي وكان الفريق السيسي هو وزير للدفاع وكانت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عندها فكرة عن ما حصل في مصر كذلك مثل موادين الصحفيين كانت عندها فكرة مقلوطة عن الأحداث التي هي في مصر فقلت لهم أنا شرأيكم نروح نقابل الفريق السيسي ونسئلة وأنتم أحرار بعد ذلك تكتبون أو تأخذون الرأي الذي هو يناسبكم فعلا عملت اتصالات فوزير الدفاع الفريق فتاح السيسي وافق على حضور الفريق فراحنا كفريق وقابلنا الفريق السيسي وشرح لهم ما يدور في جمهورية مصر العربية ثم بعد ذلك كلم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وانتقلنا من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية وشرح لنا شرح وافي أما يدور في ذلك الوقت في جمهورية مصر العربية الجماعة اقتنعوا وشافوا الرؤية تمام وتغير رأيهم 180 درجة فمن هذا المنطلق كونا خليجيون في حب مصر تكون هذه الجمعية وهي جمعية مرخصة من وزارة التضامن كانت من الكويت الآن هي من سد الدول الخليج وطلب العراق أن ينضم إلى هذه المنظمة هذه المنظمة تعزز العلاقات الشعبية ما بين دول مجلس تعاون الخليجي وما بين جمهورية مصر العربية وبنفس الوقت حطينا لها أهداف هي السياحة والاستثمار والتعليم والصحة يعني لها أهداف وأنشئ من خلال هذه الجمعية سبع شركات مشتركة ما بين الكويتيين وما بين الأخوة المصريين وفي شركات كويتية بحت ما لها علاقة في وما زالت وعملنا ديوان فخم جدا يعني عملنا ديوان تقريبا بعدود 700 متر يستقبل الكويتيين ويقوم برعايتهم ولها دور كبير جدا بحل المشاكل التي تواجه أي مواطن خليجي وخاصة الكويتي وفعلا حلينا كثير من المشاكل التجارية ما بين الدولة المصرية وما بين الكويتيين وقاعدة تقوم بدور رائع وبدور جميل جدا ونجحنا بممارسة الدبلوماسية الشعبية عندما رأينا أن هذه الفكرة نجحت توجهنا إلى المملكة المغربية وأنشأنا خليجيون في حب المغرب ودور الخليجيون في حب المغرب نفس الدور الذي نمارسه في جمهورية مصر العربية ثم انتقلنا إلى الجمهورية التونسية لعمل وهناك دعم من القيادات الثلاث القيادة المصرية والقيادة المغربية والقيادة التونسية وكذلك رحبوا كثير من الأخوة في دول مجلس التعاون بهذه الفكرة الرائعة التي هي تعزز العلاقة ما بين دول مجلس التعاون وما بين الدول الثلاث هذه فكرة الخليجيون في حب مصر التي نتمنى أن تكبر وتكون جسر ما بين جمهورية مصر العربية وما بين دول مجلس التعاون وفعلا يكون هناك تعاون بشكل كبير جدا حتى في حل المشاكل نحن أنشأنا جريدة إلكترونية على مشاهدة كبيرة جدا وهي خليجيون نيوز خليجيون نيوز هذه تهتم بالشأن الخليجي عام والكويتي خاصة في تصحيح الرؤية الإعلامية عن الكويت وعن دول مجلس التعاون الخليجي لدى العالم العربي ولدى المواطن المصري وفعلا نجحنا بهذا الكيان وانا عندنا صرح كبير في جمهورية مصر العربية سوى صرح إعلامي أو صرح تجاري ثقافي تعليمي ما شاء الله لك يا دكتور تبارك الله تحل المشاكل هذه سفارة صرت دور السفارة الآن الله يسلمك إحنا يد يومنا للسفارة يعني إحنا تعرف السفارة لها قواعد ولها قيود لا تستطيع أن تتجاوزها إنما إحنا نمارس الشعبية يعني إحنا لو عندنا مشكلة نروح حق المسؤول ونقول حق المسؤول واحد اثنين ثلاثة ويتقبلها بكل رحابة صدر السفارة عندها قيود يعني ياخد تعليمات من وزارة خارجية وياخد كذا إحنا ما عندنا تعليمات إحنا عندنا رأي أو عندنا فكر أو عندنا مشكلة بننقلها بكل صراحة للمسؤول وفعلا المسؤول يستجيب فورا لما يوصله من أي شكوى أو لأي مشكلة ويحاولون بكل الطرق أن يحلون لنا هذه المشاكل يعني أنتوا اليد اليوم من السفارة أكيد زين دكتور هذه أنت أنشأتها ولا مساهم فيها؟ لا أنا أنشأتها أنا أنشأتها وكونت مجلس إدارة من سد والخليج ومن مصريين يعني القانون المصري يكون جزء مصريين وجزء خليجيين فإحنا كونا فريق من سد والخليج ومن الأخوة في مصري سنة كم تم إنشأها؟ أنشأناها في عشرين اثناش وأشهرناها في عشرين سبعت عشر نعم عملنا لها حفلة كبيرة وحضرت وزيرة الهجرة وتحت رعاية رئيس مجلس الشعب المصري وحضروا كثير من الوزراء وأشهرت عملنا حفلة في فندغ ريتز ومن ذلك اليوم وهي تمارس لماذا أنشأتها؟ أنشأتها لأنه يعني عندما قابلت الفريق السيسي كنت قبل أن أقابل الفريق السيسي كنت في الملحقية العسكرية الكويتية فسألت الملحق العسكري الكويتي نحن عندنا 42 شهيد كويتي موجودين في مقبرة إسماعيلية وفي مقبرة السويس الإخوة في وسائل التواصل كل ما يصير في شد في وسائل التواصل كان الشد يختصر بأننا حررنا الكويت ما يقولها منه؟ الإخوة في مصر وأنا سألت الملحق العسكري إحنا عندنا 42 شهيد ومدفونين في مصر وماتوا في خنادقهم دفاع عن الأمة العربية ودفاع عن مصر فإحنا عندنا شيء ملموس ولكن الإخوة في مصر عندما يقول أنه إحنا حررنا الكويت هو عنده هذه المعلومة عنده هذه المعلومة من خلال الكتب من خلال الإعلام من خلال وسائل كثيرة ولكن هو ما عنده هذه المعلومة التي أن الساعة أنا أقعد مع أخوة في مصر أقول لها صدق إحنا عندنا 42 شهيد مدفونين يقول لي يا عم شهيد أي وطق أنت بتكلم قد ويكون رجل مثقف يعني ما عنده هذه المعلومة فهذه المعلومة ليش ما إحنا نحط يعني في متحفهم أو نوثقهم أو كذا فيرد علي الملحق العسكري يقول لي إحنا خاطبنا الجهات المصرية وما ردوا علينا بهذا الخصوص فأنا أخذت على عاطقي هذه المسؤولية وأول لقاء عملته مع القيادة العسكرية في جمهورية مصر العربية ورحت قابلت نائب رئيس الأركان وقلت له أنا عندي متحف في الكويت وكل ما يدش علي وفد مصري إياي قضائي ثقافي سياسي كذا يسأل وين دور جمهورية مصر العربية في المشاركة في تحرير الكويت ماكو فاستفزيت القائد قال لي صحيح قلت له آه والله صحيح فضرب الجرس ونده اللواء المسؤول عن البحوث العسكرية وقال للأخ يوسف يقول عندهم متحف ليش ما في جناح عن جمهورية مصر العربية فقال لي لا إحنا أمر عطى أمر بأنه يعملوا جناح عن دور جمهورية مصر العربية في مشاركة في تحرير الكويت أنا انتهستها فرصة قلت له بس سألتك إحنا نطلب بعد طلب إيه هو طلب قلت له إحنا عايزين نعمل جناح في المتحف الحربي المصري يوثق مشاركة الكويت في حرب سبعة وستين وثلاث وسبعين قال لي خلاص تؤمر عطى اللواء مدير البحوث العسكرية قال لي خلاص يوسف خلوه يعمل ودونه مكان المتحف الحربي المصري يتردد عليه آلاف من الزوار وآلاف من الطلبة الذي هم الآن عندنا اثنين وثلاثين سنة من التحرير الكبير لو كان هؤلاء الطلبة شافوا هذا الجناح لكان ما يقدر يقول يقرد أو يمسك تلفونه ويقول إحنا شاركنا في حرب تحرير الكويت إلا وأن يشكر الكويت أنها السباقة في المشاركة في حرب سبعة وستين وثلاثة وسبعين فعندما طلعت رحت حق الملحق العسكري قلت له أنا نجحت في الشيء الذي أنتو تقولون هم مو موافقين عليه فعلى طول ركبت الطيارة ويقيت قابلت رئيس الأركان وقلت له يا سعدت الفريق أنا نجحت بأقناعة الأخوة في مصر إنه نعمل جناح ورحت بعدين كان في ذلك الوقت مساعد الملحق العسكري سمير مرجان ورحت أخذنا ورحت نويار زرنا المقابر ووثقناها وكتبناها وسويناها يعني عملنا تخطيط عنها وجمعنا الأسماء وعملنا لوحات وزعت بعد ذلك عن أسماء الشهداء الموجودين الفريق رئيس الأركان أحالني إلى التوجيه المعنوي رحت التوجيه المعنوي أنت تمام وما صار مع العسكري يعني لم ينفذ أنه إحنا نوثق شهداءنا في متحف الحربي المصري فراحت الأيام لما قابلت الفريق السيسي طلبت نفس الطلب ها ها سوري فاتني حاجة إنه هما دزوا هما دزوا هما دزوا فريق عسكري وعملوا جناح في بيت الكويت الأعمال الوطنية يوثق مشاركة جمهورية مصر الأربية في تحرير الكويت وإحنا ما سونا فلما فاتت الأيام وقابلت الفريق السيسي وطلبت منه مشكورا نفس الطلب ووافق وعطى أمر بأنه نحن نعمل جناح يوثق مشاركة دولة الكويت في اللواء اليرموك في المتحف ورحت لرئيس الأركان الله يرحمه أبد الرحمان العثمان وتكلمت معه وقال لي أنا أعطي توجيهاتي إلى التوجيه المعنوي حي يساعدونك وكذا ويلا اشتغلوك وبرضو ما صار وبعدين طلبت من رئيس السيسي أنه يصير في تعديل لجناح المصري في بيت الكويت وهو أنه كان يتكلم في عهد حسن مبارك وكذا ومحتاج إلى أبا غريد ومحتاج إلى صيانة فبعث السيسي فريق عسكري وعملوا جناح من أروع ما يمكن يتكلم من الملك مينة الفراعنة إلى مشاركتهم في تحرير كويت أي أنه في بيت الكويت الذي هو معطل الآن بيت الكويت جناح لجمهورية مصر العربية يوثق مشاركة الأخوة في مصر في تحرير كويت ونحن لحد هذه الساعة وكلمت لرئيس الأركان الثالث ورئيس الأركان الرابع ولم أنجح بإني أحقق الرغبة التي أنا أود أن يشوفونها فلما يقول أي يعني مواطن مصري نحن شاركنا في تحرير الكويت أو حررنا الكويت هو معا حق لأنه هو بيسمع هذا الكلام ولكن وما يسمع من الطرف الثاني آه نحن من اجتهد في 6 أكتوبر وسائل التواصل مشكورة كل وسائل التواصل بتنزل صور الشهداء وتنزل ولكن لم نعمل كيان لأبناء في يعني كيف تربي في الأبناء العزة وحب الوطن وكذا نحن ليسوا في زمن القراءة نحن في زمن المرئي فهو ما قاعد يشوف فالأولاد اللي ترددون على المتحف الحربي المصري لو كانوا يشوفون هذا الجناح لكان أخذوا فكرة كان كل أولاد هو بييب أبوه وييب أمه ويجيب إسرته ويشوف ولكن مع الأسف على مدى 32 سنة لم أنجح في عمل جناح في المتحف الحربي المصري كل واحد مع الأسف يرمي للثاني وكل واحد يرمي للثاني ومع الأسف شديد من هنا عاد تكونت خليجيون في حب مصر وما زلنا يعني عندنا الأمل وما زلنا هنا كل مناسبة شعبية في مصر تلاقينا في 6 أكتوبار في 23 يوليو وفي كل نصير بالتقارب ونصير في المحبة ونصير في مد الجسور ما بين الشعبين الكويتي والمصري الله يدي من المحبة إن شاء الله آمين يا رب دكتور من الداعم لكم في هذا المشروع؟ في داعم ولا؟ ما في مع الأسف شوف إحنا في لما عطلوا بيت الكويت الأعمال الوطنية بيت الكويت الأعمال الوطنية كان يتردد عليه 150 طالب وطالبة هذا الوزارة التربية والتعليم كان بيت الكويت الأعمال الوطنية هو في المنهج الدراسي للسنة الخامسة كان موجود في المنهج فالطالب بيشوفه في المنهج فيجيبونه يشوفه بشكل مرئي فكان عندنا جدول من وزارة التربية والتعليم 150 طالب يومياً بنستقبل 150 طالب باصات توصل وهذا كله موثق كله موثق نستقبلهم وأن الدور فيهم تورو هو أول بانورامة اتعملت في الكويت توثق ما أصاب الكويت في 82 سنة التسعين ما في غيرها على الإطلاق ويستقبل جميع وفود الدولة وأحياناً عندنا رسال عندنا وثائق من الرسائل من الخارجية ومن الدول الأميري ومن الوزارات يقولوا بناء على طلب الضيف يعني الضيف يبعثوا له البرنامج فهو يطلب إضافة بيت الكويت لزيارته فيقول بناء على طلب الضيف حيزوركم فلان فلاني أو الوزير فلاني أو كذا أو كذا أو كذا يجي عندنا المتحف فكنا نستقبل جميع وفود الدولة ونستقبل 150 طالب وطالبة باليوم ونستقبل الجيوش كانت وزارة الدفاع مشكورة تحول لنا جميع الوفود العسكرية التي تصل إلى الكويت كانت تزور بيت الكويت وكان الجيش الأمريكي عامل برنامج معنا اللي هم بالدوحة يزورون بيت الكويت 30-30 يباص ب30 شخص والأسبوع اللي بعدها 30 كذلك الجيش الإيطالي الجيش البنغلاديشي كله عملنا 28 اتفاقية مع 28 دولة الاتفاقية تنص على أنه مسموح لبيت الكويت يعمل جناح في متاحفهم الوطنية يتكلم عن تاريخ الكويت وتحرير الكويت فأنا أول جناح النفذة كان في السينيغال فمن ضمن ترتيبات الجناح الملابس العسكرية الكويتية الأعلام العسكرية الكويتية الأشياء عسكرية يعني ومنيني بالعسكرية فأرحت لرئيس أركان من الرؤساء قلت له أنا والله قدمت له طلب فأنا أداني قال لي شنو هو الطلب هذا تم ملابس عسكرية وكذا وش حق يعني قلت له والله طال الأمر كي أنا بعمل جناح عن تاريخ الكويت وعن تحرير الكويت قال لي وين قلت له في السينيغال الآن أول دولة نبدأها في السينيغال شان يقول لي أنت مصجك مصجك إنه دولة تسمعلك تحط علامنا وتحط تاريخنا وتحط كذا مصجك قلت له أنا عمله معنا بالتفاقية قال لي أنت تفكر كل التفاق أنا عندي ألف التفاقية وكل التفاقيات أنت تفاكر أنت تنفذ ممكن للتفاقية قلت له بس أنا ما عندي تفاقية ما تتنفذ أنا لازم تنفذ وراه وراه حتى تنفذ فمن فضلك يعني نفذت خير وبركة وما نفذت لحول ولا قوة بس عطني ما عطاني فطلعت من عنده ورحت إلى الأخ أحمد الصالح اللي بيع ملابس عزكرية قلت له أنا أبي كذا وكذا كذا قال بشر عطاني عطاني ورحت سويت الجناح في المتحف الحربي السنقالي وحطيت صورة رئيس الأركان وحطيت صورة وزير الدفاع يشاء السميع العليم وأنا أول ما خلصت الجناح بعد ما فتتحته رئيس الأركان يزور السنقال فودو ودو شاف قال هذا كلام صحيح شو مصحيح كان يقول لي صحيح كلامك قلت لا ما فتتحت كان يقول لي خلاص هذا دعم من صندوق الجيش واخذ الملحق العسكري اللي في مصر ودوا وياك وفتحوه وفعلا دعمنا ودينا الملحق العسكري اللي في مصر لأنه هو في مصر يمثل أفريقيا وافتتحنا وعملنا رحنا بلغاريا رحنا بريطانيا أطلنا مائتين متر في بريطانيا قالوا أنه مائتين متر في المتحف الجوي البريطاني لكم وعملنا خطة تبدأ في تاريخ الكويت وتنتهي في تحرير الكويت مساحة كبيرة أنه نعمل فيها لفيت على أمة لا إله إلا الله أنه حد يساعدني ويقول لي يا عمي كذا وكذا وكذا ما عفوه فأقلت أنا أروح لدولة خليجية يمكن تساعدني فأرحت إلى دولة خليجية قلت لهم أنا عندي مائتين متر في المتحف الملكي الجوي البريطاني تأخذوا أنت مية وأنا مية وتعملوا لي الجناحين لأنه مكلف فقالوا لي ما أنت تكلم جد قلت والله أكلم جد قالوا لي طيب لأنه شرطين وإحنا ندعمك باللي تبي قلت زيد شنو الشرط الأولاني قال الشرط الأولاني يتيب لنا رسالة من أي جهة في الكويت أنا مو راضي ندعمونك قلت بدأ لرسالة عندي عشر هذا يعني ما أقود خير طيب والشرط الثاني قال الشرط الثاني الإنجليز يوافقون على قسمة المكان قلت زيد خلاص طقت زوجتي ورحت لندن ورحت حق الإنجليز قلت لهم أنا يعني كذا وكذا 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 فرد علي المسؤول قال لي باتر الساعة ثمان باللوبي انطرنا الساعة ثمان الدنيا برد الساعة ثمان مروا علي خدوني أنا والمدام ودوني مسافة ساعتين عن لندن ودوني أكبر مدحف للطيارات في هذا المكان والدنيا مطر ورقف وروني وروني كل المدحف والطيارات من يوم ما تأسسه وبعدين افتحوا كارغو وإلا في طيارة واقفة مكتوب عليها بالعربي كويت قالوا لي هذه الطيارة أهداننا إياها المغفور لأحمد اليابر من 75 سنة وهذه الطيارة شاركت في الحرب العالمية الثانية قلت احنا والله ما ندري ما في أحد في الكويت عنده ياب سيرتها ولا نعرف عنها شي قالوا الحين شفت هيقة تعال رحنا قعدنا قال تعرف احنا ليش عطيناك الجناح هذا المتين متر عشان تسوي تاريخ الكويت عشان هذه الطيارة وعشان احنا بنحبكم وعشان لنا تاريخ معاكم وعشان انت مجتهد وعملت معانا اتفاقية وانا وقعت اتفاقية بالكويت مع السير جون ميجر يه جون ميجر هذا موثق بالصور وكل شي جون ميجر يه إلى الكويت ويه بيت الكويت شوف القيمة الادبية والثقافية والتاريخية عندما يأتي لصورة انا وانا وقع مع السير جون ميجر وكان فيصل بخضورة رحمك موجود يمثل الشيخ ناصر المحمد وانا وجه الشكر للشيخ ناصر المحمد لان الشيخ ناصر المحمد ابو صباح هو من وقف مع بيت الكويت وهو من دافع عن بيت الكويت وهو من دعم بيت الكويت نحن في فترة التي تولى الشيخ ناصر المحمد رأسة الوزراء كنا نجوب العالم في كل مكان نعمل اتفاقيات ونتكلم عن الكويت وقضايا الكويت كان فريق مكون من أحسن نساء الكويت ومن أحسن رجال الكويت نجوب في كل مكان رحنا فرنسا رحنا إيطاليا رحنا نمسا رحنا بنقلاديش رحنا كنا وكان كل هذا دعم من أبو صباح اللي طويل عمري وأنا أوجه للتحية من خلالكم فقالوا لي عرفت ليش نعطيناك ما يصين يعني نعطي النص هنا والنص هنا قلت لهم زين ممكن يا جماعة آخذوا الطيارة هذه وديها الكويت يشوفونها الشعب الكويتي ويقولون قصتها قالوا أوك ما عندنا مشكلة طيب من هو اللي يوديها ما كله السلاح الجو الكويتي هو الذي يستطيع لأنه يفككونها ويركبونها رحت حق رئيس الأركان قلت حق رئيس الأركان ممكن تتيب لي الطيارة هذه علشان الشعب الكويتي يشوفه أي طيارة هذا الطيارة يعطيت الوثائق وعطيت كل شي خير إن شاء الله راجع رئيس القوة الجوية رأيت رئيس القوة الجوية قال لي خنشوف الموضوع المهم تأخر الموضوع في جلب الطيارة إلى أن أقنعتهم بأن يجيبوا الطيارة فجابوا الطيارة عملنا لها زفة موثقة حوالي ثلاث امية متر سيكل هذول هارلي ما اسم زفوها من القوات الجوية إيلين ثري سكسدي وعرضوها عرضناها في ثري سكسدي ويا صبيحة عرض الطيارة يا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ويا أنس ويا الشيخ سلمان الحمود ويا محمد العبدالله الأربع يوني وقالوا تعال ورنا الطيارة فوريته بالطيارة قلت له هاي الطيارة وهذه تاريخها وهذا كذا وهذا كذا فسمو رئيس الوزراء طلب مني أنه هذه الطيارة ملتنة يوسف شوف تكلم طالما أنت علاقاتك جيدة تكلم مع المجموعة هذه قمت ذكرت سمو رئيس الوزراء قلت له زين جناحنا طال عمرك ترى بنفس قيمة الطيارة وأزيد لو عملنا جناح في المتحف العسكري الجوي وهذا بسط البلد يعني بسط لندن مبعيد وعليه مشاهدة كبيرة فإحنا هنسوي تاريخ كبير عن الكويت وأنا عامل مخطط كبير يبدأ بالهولو وتاريخ الكويت وكذا ويخش بعدين على التحرير قال لي تمام أنا نفسي هروح وياك لندن وأعمل لك الشغلات زين الطيارة هذه قل لهم فرحت أنا تكلمت معاهم وقلت لهم قالوا أوكي إحنا نخلي الطيارة لكن نبي ممكن إذا ممكن خمسمائة ألف استرليني مساهمة في صيانة المتحف المتحف نسيب لكم الطيارة وقت ما تبقوا فقلت تمام فكان سوى رئيس وزارة أعطاني موعد كان عيد وطني وما عيد وطني وكذا إنه بعد العيد الوطني طبعا ما صار هذا الموعد يعني لم يتم هذا الموعد حاولت في كل الطرق يعني مع الأسف لم يتم هذا الموعد وهذه هذه كذلك مشكلة إنه المسؤول الكويتي من كان وزيرا أو كان مواطن صغير أو كبير هو بالآخر موظف في الدولة المسؤول هو موظف بالآخر ياخذ راتب في الدولة وهو وكذا سمو الأمير الراحل وسمو الأمير الحاضر اللي يطول عمري دائما يحثهم ويحث المسؤول ويحث الوزير على الاستماع إلى المواطنين وإلى شكوات المواطنين وإلى رأي المواطنين يعني 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 قابلهم أنت عشان تقابل وزير أو تقابل مسؤول ينشف ريجك أو أيام المجلس تدور لك عضو والآن تدور لك حد قريب من معالي الوزير أو قريب من معالي الوكيل حتى تستطيع أنك تقابل وهذا يعني شيء مؤسف أنك أنت يعني يعني في بلدك تهاتي حتى تقابل مسؤول وأنت عندك رأي رائع يعني يعني عايز تتكلم فيه أو أو فكرة أو شكوى أو مظلمة وأنت لا تعرف أن توصلها ونحن كذلك يعني في سن من المفروض يعني يعني عندنا من الخبرة يعني أنا في السابعة والسبعين من العام يعني عندنا من الخبرة وشفنا واطلعنا وسافرنا وكذا يعني والوزراء أبناء لنا يعني يعني هم في سن يعتبر أبناءنا يعني فأنت إذا أقول يعني لا سن ولا مواطنة ولا ولا ترد ما يصير يعني وبعدين أنت بالآخر أنت أنت موظف الوزير هو موظف سياسي معين من سمو الأمير لتسيير وزارته وكذا ف محد ف راحت الطيارة سافرت الطيارة ظليت وراء أنه ممكن أسترجع الطيارة باللي هم طلبوا الخمسمائة ألف استرليني يعني ما قال الشيخ جابر المبارك يعني ما قال جابر المبارك حاولت قابل الشيخ شوف هي نقطة برضو ثانية وهي أنه الشوخ اللي يطويل عمرهم باعتقادي أنا بهذا السن اللي وصلت له والعمر الذي قضيته أني وأعرف كم كبير من الأسر الحاكمة أننا كنا لهم كل التغدير وكل الاحترام وما في حد نشوفه في فرح أو في ديوان أو في شارع أو في مناسبة وتقف معه إلا أن يقف معك ويستمع لك ويأخذ ويعطي بالكلام معك ولكن المشكلة في البطانة البطانة ما توصل للرسالة قد يجوز يا بر المبارك ولا غير يا بر المبارك صادق فيما يقول وعايز يسوي وعايز ينفذ لكن البطانة ما توصل هذه الرسالة ما تخليك أصلا ولا توصل عند الباب كشونك من على الباب فما توصل فلي هذا الرسالة ما توصل وأنت بالآخر تأخذ فكرة عن هذا أو ذاك وأنت بالآخر ما عندك فكرة أنه أنه فعلا ما وصل ما وصل للمسيج ما وصل بالآخر يعزموني الإنجليز وأروح لتجديد الاتفاقية ما بين اللي وقعتها مع السير جو ميجر عزموني لتجديد الاتفاق يوقع ولا الكويت حطها مترين مترين فقط اللي هو 200 متر معرض كبير المفروض معطينا عشان نعمل حطين مترين ودع والخمسمائة استرليني خمسة مليون استرليني على ما وصل لخبر والله أعلم يعني الخمسمائة خمسة مليون وما استفدنا شيء لا أخذنا الطيارة ولا عملنا المعرض على الإطلاق طيب إحنا وبعدين يأمر أنه المنطقة هذه هتتسكر والمتحف فجأة كده طاق 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 وقطعوا الكهرباء هذا المتحف اللي هو بيت الكويت اقطعوا الكهرباء عنه المتحف مكلف 600 ألف دينار كويتي وكلها تبرعات ومساعدات من المواطنيين الكويتي لح طالح نحن انتقلنا من بريطانيا لمتحف الكويتي هم عملوا جناح عندنا البريطانيين عملوا جناح وإحنا ما عملنا جناح مثل المصريين بالضبط المصريين عملوا جناح وإحنا ما عملنا الطليان أنا عندنا مع إيطاليا مع فرنسا معنا اتفاقيا نتبادل في الأجنحة هم عملوا وإحنا ما عملنا وبلاش هم يعملون عندنا ببلاش ببلاش هم عملوا وإحنا ما عمل حطوا تاريخهم وحطوا مشاركتهم في تعريض كوي وإحنا ما عمل المتحف في وثائق في صور مهمة في معدات في كذا في كذا فجأة يوم شك وقطعوا الكهرباء أنت يا الاملاك وزارة الكهرباء تم اقطعت الكهرباء ليش قالوا والله هناك كتاب أنه المنطقة هذه نبي نزيلها إذن نزيلها أول جهز مكان جهز مكان ومنقلنا من هذا المكان إلى هذا المكان عشان تحافظ على المقتنيات تحافظ اللي أخطر من هذا الشكل أنه في صالة فيها ثلاثين جناح لثلاثين دولة ومعدات ووثائق حتى ما قالوا للدولة تعالي شي لأغراضك وما زالت ما زال الحر خمس سنوات أو ست سنوات الحر وعلى أطمام المرحم لم نتشدق بدول التحالف ما قالوا ما أعطون له فرصة نقول يلا يمعود وين نوديهم أصلا يعني فالمجلس الوزراء بعد الحاح مني كلموا الوزير الإعلام في ذلك الوقت الشيخ سلمان مشكورا والشيخ سلمان أطلنا فلة في دسمان ولكن ماتشي لأغراض فيه الأمين العام علي اليوحة وانتهد مدته ولم يعمل شيء يه بداله كامل العبد الجليل وكامل عبد الجليل اجتهد شوي وكان حينقل بيعمل شبرة كبيرة في دسمان وينقل فيها خاصة صالة الحلفاء الحلفاء دول أقراضهم مغتنياتهم وثائقهم صورهم والرجل لم يهمهل القدر وراح يعني قير في قيادة جديدة القيادة الجديدة قاعدة تجتهد كل شوي تروح لهم السيسال فإن شاء الله نبي نشوف مدرسة نبي نشوف كذا معلي الوزير أنا يعني قاعدت أنا ويا ونحن كذلك يعني أوجه من من خلالكم إحنا يعني يعني توسمنا كثيرا لأنه معالي الوزير هو شاب من رحم الوزارة الإعلام وأنا قابلته ثلاث ساعات ومشكورا يعني أبدأ استعداد طيب بأن يضع هذا الصرح الوطني الكبير بالشكل والوضع الذي هو يستحقه ولكن أنت تعرف يعني الأوضاع السياسية وتغيير الوزارة وتغيير الحكومة وتغيير لحد هذه الساعة لم يحصل أي نتيجة وإحنا نتمنى أنه مع الوزير كما وعدنا أن يلتفت إلى هذا الصرح إحنا انتقلنا بعدين قلنا يعني نقعد ساكتين ما نقدر نقعد ساكتين طيب عندنا مجالات عندنا شباب يعني موجودين في دسمان يجتمعون الشباب كلهم من الخريج أمريكا والخريج بريطانيا والشباب زي الورد شباب قاعدين ما هذا المتطوعين اللي مفروض كانوا لمنين وفد إنجليزي يطلع الشباب اللي يتكلمون إنجليزي لمنين وفد فرنسي يتكلمون معهم من فرنسي وكانوا يدورون متطوعين متطوعين كلهم عطلين ما عندهم شيء وهذا المفروض كانت الدولة تستفيد منها أو لا الشباب في هذا الصرح لا المدحف شقال ولا الشباب شقالين فانتقلنا إلى ممارسة الدبلوماسية الشعبية إنه إحنا ننقل تاريخنا وننقل ثقافتنا ونحتك يحتكون أنا كرجل كبير بأخذ الشباب واروح من هنا واروح من هنا واروح من هنا نجحنا نجح كبير جدا بدون دعم الدولة أبدا يعني إحنا بنشارك في معارض بنحتك في الدول بنتكلم مع المسؤولين توني إحنا يعيين من تونس ومن المغرب الوزارة الوزارة الوحيدة التي تدعم بيت الكويت والدبلوماسية الشعبية هي وزارة خارجية وهذا حق يقال وأنا يعني أتوجه لهم من خلال برنامجكم أنه وزارة الخارجية مشكورة عارفة قيمة الدبلوماسية الشعبية وعارفة قيمة الدبلوماسية الثقافية وعارفة أنه وعارفة أنه نحن الدورة الذي نعمله اليوم أم بالأمس الآيسيسكو ووزارة الخارجية في تونس وكلهم بعثونا شكر على الدورة الذي إحنا قاعدين نلعبه في تقريب التعاون الشعبي والثقافي الاقتصادي ما بين هذه الدول وما بين الكويت فالوزارة الوحيدة رغم رغم أنه إحنا نتعامل بالكتب يعني إحنا كذلك أمنيتنا أنه أنت قاعد تدعمني مشكورا وأنا أحملك كل الشكر والتقدير لكن لما أرجع نادني أنت سويت كبر الموضوع أعمل وكذا لا تعملوا كذا يعني بودنا المشاركة الاهتمام يعني أنت اهتميت على راسي وأنت عملت لي وساعتني ومشكورا يعني لولا دعمك ولولا مساعتك وأرفع البرنيطة لسفراءنا في المغرب وسفراءنا في تونس وسفراء ورحنا بلجيكا وسفيرنا في بلجيكا والسفراء الذي هم تعاونوا معنا بكل محبة وبكل إقلاص نحن يا أخ بدر شعارنا الوطن ما عندنا ما عندنا لا إحنا تجار ولا عندنا فلوس ولا عندنا أي شيء ولا ندور على مكاسب ولا ندور على وظائف ولا ندور على شيء إحنا ندور على وطن نتكلم في قضايا الوطن نتكلم في تاريخ الوطن نتكلم في الوطن الوطن هو الأساس فإذا كان عندنا هذا الهدف طيب يعني أنت ولا نبي فلوس إحنا الحمد لله رواتبنا تكفينا مسألة تذكرة وفندق ونحتك مع العالم تكفينا لكن الأقل دعمونا لوجستيا الأقل لما نطلب مسؤول نبي نقابله يقول تعالوا يا جماعة اسمع مننا يا أخي إن كان كلامنا زين أهلا وسهلا كلامنا مو زين صق الجامعة وانتهت السالفة لكن لا هادي ولا هادي ولا هادي ولا هادي إحنا كذلك بهذا السن عندنا الشباب قاعد يشوفون يعني قاعدين يشوفون هذول الشباب يعني هذه البراعم اللي إحنا قاعد نعلمهم وقاعد نفهمهم في الدبلوماسية الشعبية اللي هي قاعد تشكرنا على هالدول لم نذهب إلى دولة إلا وأن قدمت الشكر والتقدير والعرفان طيب ما إحنا من الأولى أن تقدم دولتنا وتأخذنا وتدعمنا مثل ما قلت لك هو في صباح الله يطوي العمر اللي هو فعلا كان داعم لنا في يوم من الأيام أسهل الله يحفظه آمين يا رب العالمي زين دكتور يعني أنتم مبادرة خليجيون مثلا في حب مصر في حب المغرب في حب تونس الخليج ما يدعمونكم؟ الخليج شوف إحنا لازم يكون في تعريف يعني الآن الخليجيون في حب مصر بدأ الأعضاء اللي فيها من المملكة العربية السعودية بدأ يعرف في الدور الكبير لهذا الدور بالآخر يعني أنت اليوم لو أقول لك أنا أنت عندك موضوع أقول لك ابدأ بأبنائك ثم ابدأ بالجيران وأبدأ في كذا فمن المفروض أن تبدأ معنا دولتنا يعني حتى لو يا الإماراتي أو الخليجي أو البحريني يقول لك شن دور دولتك معك أنا استدعتنا وزارة الخارجية السعودية مرتين مرتين وقالت وهم الدولة الخليجية باعتقادي إن كانت معلوماتي صح اللي هي عندها إدارة الدبلوماسية العامة وإحنا عملنا كيان في المملكة اللي هم مصريون في حب الخليج وهم كلهم يحبون الخليج وكلهم يقردون لصالح الخليج وكلهم يقردون حبا في الخليج أنت الآن لما يكون أنت عندك كيان ومقر وجريدة كل هذا وسفيرك ما يزورك يعني سفيرك ما زارك يعني اللي زارك سفراء الخليج زارونا وسفيرك اللي هو المفروض أنت ابنه اللي هو أنت تنتميله واللي هو أنت المفروض يزورك وإذا كنت على صواب يقولك أنت على صواب وإذا أنت مو على صواب برضو يقولك أنت مو على صواب عدل سوء عمل كده ما يدري عنك أنت كيف تبي أن الدول تدعمك وأنت ابن أبوك ما يدعمك اللي أنت تنتميله يعني فمن المفروض احنا المفروض اقولك بس هي وزارة الخارجية مشكورة هي التي تدعمنا فقط تدعمنا لوجستيا في تحركاتنا للثقافية الاقتصادية التاريخية فقط غيرها ماكو شي وجهنا الدعوة لسعاد السفير الحين صلتها سنين يمكن وماكو شي زين دكتور السفير طبعا اللي في السعودية لا السفير لمصر السفير في مصر يزور وين يزور مقرنا وحنا مقرنا في مصر خليجيون في حب مصر مقرها في جمهورية مصر العربية وديوانها في جمهورية مصر العربية والسفيرنا السابق بوصالح دويخ لما يعملنا لحفلة التكريم ووداع وودعنا وكل شيء يعني ومثل ما قلت لك في بداية حديتي نحن يد يمنى لسفارتنا وشباب يشتغلون وشباب يعملون وشباب يكتبون لصالح الدولة وليصالح الكويت ويردون على الكويت ما شاء الله عليك دكتوري يعني كم جمعية أسس كم مؤسسة كم مجلس إدارة رأست كم كثير وكلها بالآخر تصب في حاجة واحدة عودنا نعرف كم يعني لا ما عندي أنا عندي بيت الكويت العمال الوطنية نعم وعندي الخليجون في حبو مصر اللي هي امتدت إلى تونس والمغرب وعينت بالآخر يعني من شهرين الأمين العام للمنظمة العالمية للفساد والجريمة وهي مقرها باريس عيننا والله يعيننا على المسؤولية رغم أن الفساد يسود العالم مع الأسف بشكل كبير جدا لكن هي ميزة هذه المنظمة أنها تتلقى معلومات بشكل سري يعني واحد عارف أنه قاعد هنا في فساد وكذلك يخاف يخاف يبلغ الدولة أو يخالف يكلم الجهات الأمنية يعني يقول لك تعال ومنين يبت المعلومة هذه المنظمة تتعامل بشكل سري أنه هي بلاغ من أي مكان من أي دولة بشكل سري وتقوم هي تتواصل مع الجهات الحكومية في هذه الدولة تقول لهم عندنا ملف وصلنا واحد اثنين ثلاثة اربعة بشكل سري وتبلغ الجهات الأمنية أنه هناك كذا وهناك كذا وهناك كذا وهناك كذا فيعني هذه المنظمة التي نتمنى أن يكون لنا دور جيد فيها وإحنا يعني كلنا نعلم منذ فترة أننا نعاني من فساد كبير جدا وبالأمس واليوم نحن نتابع وسائل الإعلام ونالك قسيل أموال بالملايين يعني فيها إحنا نتمنى أنه إذا يعني بالتعريف نعرف عن هذه المنظمة وهي معروفة بره لكن ليس معروفة بالكويت نتمنى بالتعريف أن يكون اللي عندها معلومة يوصلها للمنظمة والمنظمة تتوصلها إلى الدولة بشكل سري حتى نقضي على الفساد والجريمة في نفس الوقت هناك جرائم كثيرة مخفية أو لا يعلم عنها أحد فهي تتعامل بشفافية وبسرية مع الوزارات الداخلية في أي دولة هذه منظمة تبع أي دولة هي ترخيصها من فرنسا في ليون وهي تتعامل مع الانتربول الدولية غير المكافحة الفساد عندنا في القوية لا غير مكافحة الفساد هذه هي جمعية كويتية بحتة ولكن هذه هي منظمة على مستوى العالم ولستوى دولة معينة دكتور تبارك الله يعني ما ندري شو نسول فيها عن أي موضوع تبارك الله موصول الله يبارك على عجالة دكتور قوانين مكافحة الفساد تشوفها في دولة الكويت هل تحتاج إلى تطوير ولا كافية لرد الجريمة شوف هي يعني كونك يعني أحد المرات هي بالآخر تعتمد على الطمأنينة والسرية يعني طمني يعني أقول لك أنا مثال مثلا مرة من المرات وزارة الداخلية طلعت قرار أو طلعت حملة لجمع سلاح إنه هو يروح يشلم السلاح وزارة الداخلية أو بالمخفى ما يروح فأنا رحت حق وزير الداخلية في ذلك الوقت وقلت معي الوزير ممكن تأطيننا حق جمع السلاح أنت يمنه وزير داخليتنا الكويت يأطيننا احنا كبيت الكويت ممكن تأطيننا كشان يقول لي يلا قمت أنا عملت احتفالية بالعيد الوطني وحطيت خيمة كبيرة ويبت بعض النجوم المصريين على حساب وكان دعم من بصباح يعني كان أي احتفالية عندنا بالعيد الوطني كان بصباح يدعم وأعلننا أننا نحن تعال الخيمة وعرضها قاعد تشتقل وكذا وسلم السلاح ويابو ضابط من وزارة الداخلية وقاعد في الخيمة وعندك الخيمة وعندك بيت الكويت كانوا الناس تركض لأن يقدمها بخيمة مو وزارة الداخلية يخاف يفكرون يأخذون اسمه ولا يأخذون وكذا ونجحنا في جمع اسلاح في الخيمة وفي بيت الكويت إلى درجة أنه كذا واحد ياب لنا اسلاح مرخص ذهب يعني مذهب المسدسات أو رشاشات يقول لا خلاص طالما أنتو وصلتونا المسجد أنه خطر في البيت والأولاد ممكن يستعملوه فضلوا هذا الاسلاح فنجحنا في جمع الاسلاح بشكل ودي وبشكل شعبي ولستو بشكل عسكري يعني المبلغ لا بد أن يكون هناك ضمانات أنه لا يتعرض المسائلة ولا يتعرض ما يخاف هو يقدم البلاغ وهو على يقين أن هذا البلاغ راح يأخذ يعني نصيبة من التعقيد وبنفس الوقت كذلك أنه ما يتدخل المنف يعني النفوذ في الإخفاء عن الفساد يعني يعني اليوم أنا أبلغ وبعدين بالآخر يعني تنتهي بطمطمة الموضوع لا لازم تأخذ بجدية والمبلغ يأخذ بالسرية وعدم الخوف وإنت تنفذ إذا كانت معلومة صحيحة تنفذها على حسب الأصول دون أن يتدخل المتنفذين في طمطمتها يعني رائدك الصحيحة العافية يعني ما شاء الله تبارك الله مبادر في الأمور الوطنية لديك ترحات كثيرة في دعم وتعزيز ذكرة ثقافة دولة الكويت واجهت أو تلقيت تقدير على هذا الأمر والله يشوف التقدير دائما يأتي بشكل شخصي والتقدير يعني أنا عندي رسالتين دكتوراء فخرية اثنين من جامعات كبيرة في التقدير تقدير بالأصحاب والأصدقاء وكل من يحتك فيك بالكويت وغير الكويت يعني تجد استقبال وتجد تقدير وكل من يعني الآن نحن في عالم صغير في السوشال ميديا كل واحد يدش عليك ويشوف إنجازاتك ويشوف تاريخك وكذا يقدم لك الشوكر والتقدير وأنا قابلت السير جون ميجر قابلت رئيس قبرص الشيخ حسينة في بنقلاديش السيسي الأسد الجزائر أكثر من 28 دولة وعندنا الأرشيف كبير من بصفتي 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 أرأس هذا الصرح اللي هو بيت الكويت العمال وطن اللي أنت مسويه مرخص نعم كان أذكر لك حادثة رحنا بروناي أنا ومجموعة من أضاء بيت الكويت إلى بروناي وكان السيد فائد ظفيري هو سفير في بروناي كان في وفد برلماني برئاسة الخرينج في موجود هو سافر ونحن مو منسقين يعني هو سافر ونحن هنا وصلنا فاستغبالنا السفير جزا لخير وقام باللازم وكل شيء تمام تمام فقلنا لأ إحنا عندنا عمل نقافل السلطان قلنا نقدر قافل السلطان قال لا سلطان لا يقابل أحد ولا الوفد البرلماني قابل السلطان ولا قابل أحد هم قابلوا رئيس البرلمان أو البرلمان الوطني عندهم بس بهذه القصوص ولفوا لهم لفتون وتوكروا مع الشيء طيب يعني مع السفير أنا قابل أكيد اللي يتبعنا وزير الثقافة قال إيه أنا مرتب لكم مع وزير الثقافة فالتقينا مع وزير الثقافة وتكلمنا معه ومبسط إنه إحنا من الكويت يأيين وفد شعبي ثقافي في في برونايو بالليل كان يكلمني السفير كان يقول لي سمو الأمير الملكي محمد أخو السلطان ووزير خارجية ورئيس الألمبياد يبي يشوفك بس بروحك أنا بي أخذك أنت عامل كونتاكت وياك والله ما عامل قال لي عجيب يعني هما ما يقابلون أحد نادر ما يقابلون أحد لكن ساعة ثمان الصبح أنا يأخذك ولأ ويقابلك في البيت عنده في البيت شدره شدره بعض المهم لبست كان يقوم يتصل فيني كان يقول لي اتلقى الموعد قلت اتلقى الموعد قال لي شوف أبو أسامة ترى الموعد عندهم إذا اتلقى اتلقى باكوا معجدي عاداتهم شذية واتخلاص هو اللي طلبه ولقى ما في شي انتهت الموعد ثاني يوم كان يقول لي جددوا الموعد في نفس يا السفير أنا عندي معاي ثلاث سيدات وأنا ورياض الربيع قلت حق رياض اللي بسمعوه تعال معاي والسفير قال لي بروحك المهم كان يقول لا شاف السفير قال يا يوسف تحرجني معوّد قلت معوّد خدوياك دخلوا دخلوا ما دخلوا بس المسكين خليه بروح الموعد رحنا رحنا بيت سموه الأمير الملكي محمد ودخلنا دخلونا القاعة استقبلنا مع سعاد السفير وتكلم كان يقول أنا قريت في الجريدة أنه في وفد كويتي معاهم الأخ يوسف الحميلي هذا الرجل طلبت أشوفه لسبب واحد أنا نسيت الموضوع أنا كنت جاير لكويت في عشان الأولمبياد انتياز هو شموه الأمير المحمد وكان الشيخ سلمان الحمود الله يذكره بالخير طلب مني أنه الأمير محمد يزور المتحف أنا شفت صاحب السموه الملكي الأمير محمد قلت أنا لازم أعطيه قيمته رجل صاحب السموه الملكي فأنا شفرجت سجاد أحمر ويبت العرضة وخليت العرضة تشتغل وكذا الرجل على حساب على حساب وعمل وعملنا وفيه شاي يه وامبسط وكذا وخذ درع وشاف الهيص وهذا كله بعد موثق الرجل لما شاف اسمي بعد كذا سنة زرنا قال هذا الرجل أرد للتحية فقال حق السفير هو يعني الرجع للتحية فيه فإحنا قابلنا الموضوع الثاني إنه إحنا رحنا السينيقال لما وصلنا السينيقال كان الأخ بوصالح لدويخ سفيرنا في السينيقال البرنامج يقول لي لما وصلنا يقول لي سعد سفير حاطين حيعطونك وسام الجمهورية هو يضحك يقول أنا حصلت هاسنين ما عطوني شحق يعطونك أول مرة تزور السينيقال قلت والله أسأله ما أسألني أنا شدراني هما إذا كان بتكرمون فودونا وزارة الدفاع وعطاني وسام الجمهورية وزير الدفاع بصفتك موظفي وزارة الدفاع لا لا بصفتي رئيس بيت الكويت أعمال وطنية بس بس وهم عشان أنا عطيتهم جناح للسينيقال يعني هما يقدرونك لأنك أنت قاعد تقدرهم قاعد تقول لهم إحنا كشعب كويتي قاعدين نثمن ونقدر دوركم في أملهم طيارة طاحت ومراح بعد ما تحرير كويت راح الجيش السينيقالي يعمل عمرة وطاحت طيارة وماتوا كلهم في اللي فهم بيقدرون هذا الشيء عطاني الوسام بعدين أخذني إلى رئاسة الجمهورية وشكرت الرئيس الجمهورية على الوسام وعطى ربعي اثنين محمد الياقود الله يرحمه عطاهم أوسمة أقل وشكرنا الرئيس وكذا وبعدين طلعنا إلى بيت السفير على العشاء شوف الدول إش كدر تقدرك وإش كدر تحترم العمل الذي أنت تقوم فيه والدور الذي تقوم فيه هذا الذي إحنا نتمنى إحنا يمكن كبرنا خلاص يعني انتهى دورنا لكن إحنا نتمنى البراعم اللي هي قاعدة تشتغل معاننا والشباب اللي قاعدة يشتغل معاننا ما ينس ينسك الباب أمامهم يعني ما تهي أنت هم قاعدين يوثقون التاريخ يعني إحنا زين بعد شهر ثنين ثمانية لو سألك ولدك شنو ثنين ثمانية وين توديه لو أنت عايز تلقي لقيت متح في بيت الكويت ما تلقي ستة وعشرين فبراير يوم التحرير لأنه بيسئلك عنده ثنين وثلاثين زينة الآن يقول لك عيد التحرير من من تحررنا من من يعني مو أنت وعدين شنو القلط اللي سوينا يعني إلا في حالة واحدة وقلتها حق كل المسؤولين لا 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 ما يصير القلط الوحيد هل إحنا على حق ولا على باطل هل أنتو تبون غزولة ما تبونه هل هو وبعدين التاريخ تاريخ التاريخ تاريخ لا يمكن يجزة اثنين ثمانية سنة تسعين موجود في التاريخ مو تاريخنا نحن تاريخ ثلاثة وثلاثين دولة والعالم كله عرف الكويت مثل قطر في كأس العالم كل العالم عرف قطر في كأس العالم احنا كل العالم عرفنا في قزو قزو العدوان العراق على الدولة الكويت كلهم عرفوا الكويت هذا التاريخ هتمسحها هناك 1600 شهيد يروحون وكذا ما يصير يعني شنو القلط اللي ارتكبناه حتى نحارب بهذه الطريقة شنو القلط كل ما نقعد مع مسؤول أنتو وطنيين وعلى راسنا من فوق وما قصرته وجزاكم الله خير وكلك خرطي طيب والروح أي دولة باحترام وبتقدير وبشكل كبير جدا يعني واحنا قاعدين الآن ننفذ اتفاقياتنا اللي هي 28 اتفاقية احنا قاعدين ننفذها على حسابنا الشخصي نسافر لأي نعم مع الخارجية بتدعمنا بس دعم اللوجستي مفروض وزارة العلام مفروض المجلس وطني الثقاف المفروض الدولة تعال احنا بنعمل شيء احنا بنعمل تاريخنا في اللي ما يعرفه والله ايوننا احنا كانوا ايام المتحف مكان شقال ايون شباب اول ما يدش المفروض احنا انه عرفه بالأسرة الحاكمة نقول له في عندنا خمس حكام ما لهم أصور من صباح الأول نقول له كذا وحكم من تاريخ كذا وحكم وبعدين تقول له تعرف يا ولادي يا دولة يعرف الحاكم الحالي مثلا ايام ما كان الشيخ يابر رحمة الله عليه وقفر يقول هذا الشيخ يابر وهذا الشيخ سعد تضيف عليهم هذا الشيخ سباح زي اللي قبله ما يعرف اللي قبله هذا عشان تبي عنده انتماء وطني لا يعرف شوخة ولا يعرف حكامة ولا يعرف تاريخة ولا يعرف أي شيء الذي يتعلم في المدرسة الإنجليزية يعرف التاريخ الإنجليزي والذي يتعلم بالأمريكية يعرف التاريخ الأمريكي يمتحنونهم عشان يصورون دبلوماسيين ويمتحنونهم كذا يبلت عن تاريخ الكويت يش عرف عن تاريخ الكويت ما عطيته تاريخ الكويت هو يتعلم من تاريخ الكويت منين يتعلم إذا وزارة التربية والتعليم ما حطت في المنهج تاريخ الكويت عشان يتعلم تاريخ الكويت قاعد يدرس في مدرسة انجليزية المفروض وزارة التربية تقول حق المدرسة الانجليزية بالاضافة الى التاريخ الانجليزي عطى تاريخ الكويت ماكو تايهين تايهين في الدشداشة الان ثمانين بالمئة من شبابنا كلهم يلبسون مطرنات احنا الكبار بالسنق وننلبس كابات وقت اللي ما عندنا الشيء رسمي يحطين كاب نلبس كاب راح العقار راح دشداشة راح شباجي بعد يعني في الدول الخليج كثيرة ملتزمين بالموروث وملتزمين بالزي الوطني احنا عيالنا يا الله الخرطية حتى اللاجة صارت خرطية يعني كذا وكذا وكذا طيب احنا قاعدين نشتقل ونتعب بهذا السن وبهذا الامراض المتعددة قاعد نقول وانا تكلم وانا دور وكذا يعني يعني ايك واحد يعني من اولادك مثل بداية كلامي لا يقدرك ولا يستقبلك ولا يعمل حاك ولا يدري انت اصلا شي تسوي يعني لا يجوز انا تسول من حرقة اي شاء الله يعني من حرقة لانك انت ما قاعد لا تطلب قسيمة ولا قاعد تطلب ياخور ولا قاعد تطلب مزرعة ولا قاعد تطلب وظيفة ولا خلاص عدينا يعني مو قاعد تطلب شي انت قاعد تطلب انك انت يهيئلك يهيئلك الجو انك تتكلم عن وطنك تتكلم عن تاريخ وطنك عن حضارة وطنك عن نضال الامم تقاس بنضالها وكفاح شعوبها نحن نحمل هذا هذا الشعار اننا ونحن في يوم من الايام كنا بدو حضر سنة وشيعة سد منيع امام الاحتلال وطنية عالية الاحساس الان ممزقين هذه سبادة وايه سبادة جنسيتك اولى والثانية ورابعة وخامسة وسادة وسابعة وهيصة اذا لا تحتضرون الناس اللي مثلنا يعني اللي هم بس ما عندهم شي ما نبي شي ما نبي شي نبي بس فزع فزع اللوجستية فقط انك انت تأخذ بيدنا الكم سنة اللي احنا هنعيشها تأخذ بيدنا نعبر عن مشاعرنا ونطلع ما عندنا من معلومات ومن حق الاجيال هذي نقول لهم كذا وكذا وكذا مش انا بس مو انا بس كثير من وانا كتبت كذا مقالة في هذا الموضوع انا قلت مرة وجهتها لرئيس الوزراء وكذا اعمل مجلس كل اثنين ولا اجمع الكبار السن هذول اللي عندهم تقافة عندهم حكمة عندهم رأي خذوا رأينا خذوا قطة بالبحر يعني خلفي في صلة ود يعني ما في ما في اي ما في مسؤول عند الديوانية حتى التوصل اذا ما عطاك موعد تكبر على موعدك الاقل عند الديوانية تروح لك تطفل عليه وتقوله واحد اثنين ثلاثة قد يجوز يستمع لك ما في وين اروح يعني وبعدين هذا تشوفها انت وانت بتسافر تلاقي كثير تروح المغرب تلاقي كثير من كبار السن نفسيا تعبان والله انا تعبت انا قاعد تروح تونس تروح القاهرة كويتين كثيرين يعني زعلان ونفسي تتعبان وكذا يعني انا شخصيا الان اقدر اروح مصر بعد خليجيون في حبو مصر قمت اروح مصر كثير كثير يعني اذا كنت انا اي اطلب موعد ما يتحقق اطلب لقاء ما يتحقق اطلب طبعا ايش اسوي انا ااخد طيارتي اقعد ارتاحنا ولا ارتاحنا ولا ارتاحنا صرح وقمت طيب يعني اش اللي سوي يعني انا اتمنى واحد يقول لي انتو قلب انتو تصرفون متم سكر يا الاميري صخ يا الامير حاطر سمعا وطاعة احنا كلنا من يوم ما خلقنا لعد هذه الساعة في 77 عام لا ما عندنا للسمع والطاعة نحن ليس مشاغبين يعني لا يتكتب حقيقة احنا ما عندنا نحن يعني تربين في مناخ كويتي احنا زمان ابائنا يقولون لنا اذا عطاك الشيخ امرقى حطها بشليلك احتراما وتقديرا للشيخ واحتراما وتقديرا للأسرة كان الاب يقول اذا عطوك امرقى حطها بشليلك حطها في حطنك سمعا وطاعة يعني فنحن في السمع عن وطاعة يعني بس يعني نبي بس صباح الخير يعني ما نبي اكثر بالشكل ما يطيق الصاعد الله يسر زين تكتر الهوية الوطنية الكويتية مي خطا جدا الهوية الوطنية انا رحت مرة من المرات الى مربية في وزارة التربية والتعليم وكان عندها تقرير ياي عن الهوية الوطنية والتربية الوطنية تعرف كوتيت زوجون واي وآل شخصيهم زوج مصرية وهذا واللي مزوج شامية واللي مزوج لبنانية واللي مزوج سورية واللي مزوج فلسطينية واللي مزوج فلبينية وعدة جناس هذا التغريق كان يتكلم عن الام الام القير كويتية هل الام القير كويتية تقرش في أولادها الوطنية وحب الوطن والانتماء الوطني تخضيت ألا قلت المصرية تخضيت مسيطرة علي الله إنه كثير من الأمهات القير كوتيات مع احترامي وتقديري لكل الأمهات يعني إنه بعض يعني بعض الجنسيات بدون ما أذكر الجنسيات عشان ما أخش في معاهم في مشاكل إنه لو يتكلم كويتية تقول لا تتكلم كويتي تكلم في لهجتها والانتماء في بعض الجنسيات بدون بعد ذكر أسماء عربية بتقرش المواطنة والوطنية في أولادها وفي أم بتعلم ثقافتها ولهجتها حتى تبعدها وفي ملبوسة لا ديشداشة لا لهجة لا انتماء فحاسد المسألة المسألة حاسد وهذا اللي قاعد تشوفه الآن في المجتمع اللي إحنا قاعد نشوفه شرطات وبنطرانات وكاب أقول لك إحنا وأنا واحد منهم إذا ما عندي هذا حطيت الكاب أسهل وكذا يعني الموروثنا كل قاعد نروح بعدين وين الجهة وين الجهة في الدولة إحنا جهة من الجهات التي إحنا في بداية بيت الكويت مكتوب رخامة سوف نجلس يوما ونروي لأجالنا جيل بعد جيل كيف خرج هذا الشعب الصغير يعني بما معناه واجه الاحتلال وين هذا اللي أنا قاعد أقول ليشوف في جناح لل أول ما طلعنا بعد التحرير بعد التحرير كل الكوتيين عندهم معلومة أن جيشنا قب الجيش الكويتي قب قطوا هدوم هم نحاش هذه المعلومة اللي خدناها أنا قاعد سبع شهور ما طلعت وكنت في في القرين موجود وهذه المعلوم لما يتعملت المتحف لقيت أن الجيش الكويتي أول شيء أوقع أكثر من 32 طائرة هالك فطر الأدوان الجيش سلاح الجو دكهم دك لكن ما عنده يدك ويروح السعودية ينزل عنده يروح السعودية يعني ما قفل هذا النقطة النقطة الثانية معركة الجسور موجودة في المتحف معركة الجسور اللي هو مسعود وقام معركة وكان يابر أحمد الله ما يغفر لعدم تكافئ الجيوش قال لهم خلاص انسحبوا أي إن الجيش الكويتي قاوم والجيش الكويتي دافع وسلاح الجو الكويتي دافع ما نحاش مثل ما يقولون من يوصل المعلومات كان المتحف يوصل المعلومات كان الأولادي يون مدرسة وصبقون هنا عندنا بالصوت والصورة والحدث والمرشد اللي هو واقف يقول لهم فكان هو يطلع الولد يطلع وهو معبأ بالحس الوطني يطلع وهو منتشي وطنية في ويروح الولد يطلع العصري بمه وابوه العصر يروح بمه وابوه يقول لهم تعالوا وشوفوا المتحف فكنا نغرص حب الوطن والوطنية وين الحين هو الأفينيوس اللي يعلم الوطنية ولا ثري سيكستي ولا الكافتريات ولا وين الحس الوطني وين تعلمه انت تاريخه اسأل أي واحد اسأل قول أي واحد أي سؤال في تاريخه ولا في أقول لك الحكام يعرفونهم حكامهم حكام الكويت لما تحط له صف الصور يقول له مين هذا ولا ما تلاقي ولا واحد فطبعا نحن في خوف على الموروث الوطني والثقافي والانتماء الوطني اللي اللي ما لقى صدام حسين في أي مواطن كويتي كل الكويتين وقفوا ضد الاحتلال لم يجد كويتي واحد خائل حتى اللي هم في حكومة بالمنفى هذه كانت حكومة مجبورة وعفو عنها بالآخر إلا رئيسها فماكو كويتي يخون بلده ولاكو كويتي الآن هذا الشعور اللي هو بعد 2 ثمانية لو نمتها الدولة وقوتها الدولة ما صار الأشياء اللي قاعد نشوفها بالآخر كل واحد قاعد يقول من صوب وكل واحد يشرب له لبن وطق هالمتبوس ويمسك هالجهاز وطق طق 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 يعني 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 الكويت ما فيها حسنات الكويت هذي كلها كلها سيئات يعني 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 الكويت والله العظيم يعني الكويت مليئة بالحسنات مليئة بالحسنات متروسة يعني شوف يعني سموة للعهد يعني في في كورونا طيارات الوحيدة اللي تجيب العالم طياراتنا تيب 120 دولة 60 دولة في كل مكان اللي عنده فلوس في سويسرة في بريطانيا وفي فرنسا وفي أمريكا ما لقى حد يعالجه اللي عندهم فلوس اللي عندهم فلوس ما لقوا حد يعالجهم اللي عالجتهم الدولة بالآخر كل الناس وكلهم تعالجتهم الكويت تروح الآن مركز السلطان كان زوجتي الله يعافيها كان عندها المرض الخبير روح مركز السلطان شوف شكدر مكلف هذا المستشفى شكدر مكلف هل تفرق بينها وبين الهندي والباكستاني والمصري واللبناني شكدر تصرف هذه الدولة أنت شكدر تصرف أنا حاشتني كورونا ونقلوني ليلة وخفت من هذول اللابسين أبيض كلهم خوفوني باللين نحشت لكن وانا قاعد على السرير الأشعياتني والدم يعاني ومادري شنو يعاني الرعاية عندنا نقص في الرعاية الصحية وكذا الكويت مليئ بالحسنات مليئ بالحسنات آي نعم عندنا نقص عندنا بعض الأمور بس مو ظلمة أنت قاعد تقرأ بالتغريدات وظلمة يعني صحيح اليومين عندنا ظلمة لكن لكن نتمنى أنه في تخطيط يعني نتمنى الأولاد البراعم يعني أنا أكثر قضية ممكن أثيرها معاك أم ألماني هم الشباب العاطل شباب عاطل مع الأسف تعلمه في أرقى جامعات العالم الثروة الحقيقية مو الثروة اللي نطلعها من البترول الثروة الحقيقية أبنائنا أبنائنا اللي قاعدين أنا عندي مثلا بنت صالها الآن ثلاث سنين خريجت علاقات دولية وإعلام ثلاث سنين طبعا كنت نست اللي تعلمت مية بالمية نست هذول اللي لازم نهتم فيهم هذول البراعم اللي هم مستقبل الكويت هذول قبل أن ينسى العلم اللي أنت صرفت علي شكتر الدولة صرفت عليهم ملايين الملايين صرفت عليهم هذول اللي تصنفهم وتشقلهم أنا قلت مرة قلت اجعلوا من سفاراتنا في العالم أكاديميات لتعليم الكويتين أنا رحتي لدولة خليجية أقابل سفيرها فدشيت لقيت الأمن مالها من أبناء وطنها الأمن لابسينك رفتات وبدل وكذا من نفس الدولة بعدين البنت ياتني خذتني بتطلعني عن سفير سألتها أنت ابنيتي من هالبلد قالت لا أنا من بلد السفارة نفسها قالت إحنا يبوننا يدربوننا يعطونا بدل سكن بس يدربوننا ووعدين يوزعوننا أو نشتغل أول ما يبكيفه يرجع إلى وظيفته من الباب إلى السفير من أهل إحنا بعض السفاراتنا الدش السفير ومعه ثنين والباجي كلها من نفس البلد اللي هم فيه ما في ولا واحد شغلوهم مش كترهم قاعدين علاقات علاقات دولية وعلاقات علوم سياسية شغلوهم وزعوهم دربوهم علموهم اشترط عليه اشترط عليه أنا سألت واحد مرة ليش ما تسوون شدي لما نقلت له هذا الكلام قال والله يا أخ يوسف إحنا كنا بنسوي لكن اللي بيحصل إن النواب عسى ما تودي الدربة عينوه قلت له يعني هو مشكلت نحن كان النواب 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 الحي ماكو نواب يلا احنا ما فيه نواب ياريت شون دربو عينوه يعني هو كان عندهم نفس الفكرة إنه ياخذون الشباب ويعينونهم محلي أو وظيف مو دبلماسي يعني عينونه ياخذونه عينونه موظف في السفارة ولكن ما يحمل صفة دبلماسية يقول تعيني اليوم والنائب يدش ببلعوم الوزير أو الوكيل في وزارة خارجية يقول له ابو من موظف إلى دبلماسي إلى كذا يدرب فقال بطلنا الحكاية نقول الآن احنا في عهد الحزم في عهد التصليح في عهد ترتيب الدولة ياريت والله إنه يستفيدون من هالبراعم يستفيدون من هالشباب والشابات عندنا كم كبير قاعد في البيوت وحطونا باختصاصة ومعقولها علاقات دولية تحطها في وزارة الصحة يعني يعني حطها في اختصاصة عشان تستفيد من العلم الذي تلقاه إذا ما إذا ما استفدت منه عملي يستفيد منه يعني يعني أنت صارف عليه فلوس وإنما إذا عطيت غير اختصاص تاه الولد ولا استفدت أنت منه ولا واستفاد من نفسه يعني زين دكتور أنت مستشار اللي كم جاء أنا الله سلمك عضو مجلس إدارة للشركات التي أمشئت في مصر عشان أنا يعني بروح مصر كثير فعينت عضو مجلس إدارة في هذه الشركات علشان شو يعني أديرها أو أني أشرف عليها في 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 مؤسسة سبع سبع شركات سبع شركات أنا بشرف عليهم فيهم وفيهم كان في بعض شركات كانت عندها مشاكل منتهية أنا اللي رجعت الأراضيها وهذا كله بدعم القيادة المصرية الحقيقة متعاونة إلى درجة غير طبيعية وخاصة الآن الآن بعد أزمة الدولار وأزمة الجنيه وكذا الآن هم يحاولون يتعاونون بكل الطرق للاستثمار في مصر كنت أعضو في اتحاد الفنانين العرب صح صح وما زلت صارت لك حادثة مع فنانة مصرية وتزوجت صار يعني هذا في سنة سبع وسبعين ويعني كانت سنة سبع وسبعين سبع وسبعين ويعني شوف أنا بدأت بدأت أحب السينما وتتلمث أنا صغير يعني كان عندي عشرين سنة وإذا واحد عشرين سنة والآن أنا في سبع وسبعين عام كان عندي عشان شذي أنا أقول لك الشيء المرئي أنه السينما بشكل مرئي السينما تعالج تخاطر الشعوب السينما هي لقى مهمة الآن السعودية بدأت تنتبه لسينما وبدأت تدعم السينما وهناك أفلام مشتركة ما بين مصر والسينما بتعرف حتى في البلد وفي سياحة البلد وفي البلد أنا كنت عرضت أشتغل في هذا المجال من في آخر الستينات آخر الستينات كان عندي رحت أصلي الجامع الجمعة وكنت صغير وبعدين الإمام رحت نبشر يعني فكرت أدى أنا رحت أثاري الأذان الأولي هذا قعدت جدام فالإمام خطب خطبة اجتماعية كبيرة ورائعة وجميلة يتكلم عن الزواج أنه القبيلة هذه ما تعطيه هذا وبيسري وأجنب ومش عارف إيش وقلاء المهور وموضوع عن المجتمع الكويتي في الزواج والطلاق وطبعا بأعقام الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم وطلعت الناس أنا حسيت أنه لم يستوعب أي مصلي ما قاله الإمام نهائي أنا رحت البيت أكيد أنه لو كان هذا الموضوع على الشاشة البيضاء لكان كسر كان استوعب المشاهد لأنه أكثر فقلت أنا بتعلم سينما وأبي أسوي سينما وكان عندي تغريبا 2500 دينار 2700 دينار فقط في المدخراتي وكنت أشتغل في مجلة الوعي الإسلامي في الأوقاف وأنا أحب الفن وأشتغل في الأوقاف فأعلنت في جريدة الرأي الآن أني أنا رأي أعمل فيلم فيبت قصة اسمها الطين الطين هذه قصة في عهد المغفور للشيخ أحمد اليابر تقول أنه كيف الكويتين عانوا معاناة شديدة حتى من الله عليه بالنفط وفي يوم من الأيام تأخرت السفن من شط العرب وماكو ماي فاجتمع المغفور لأحمد اليابر في وجهاء الكويت وقال لهم عندنا أزمة مياه لأن السفن تأخرت فكان في البيوت ذلك الوقت اسمها البرشة هذا عنده برشة وهذا عنده برشة فكل تكافل بيوزع المياه على الفريج من خلال قصة جميلة الغوص واللؤلو والبحر وأعلنت عنها ف سمع المغفور لشيخ يابر الأحمد وكان ولعهد كان الشيخ صباح السالم هو الأمير والشيخ يابر الأحمد ونادوني احنا كنا ساكنين بكيفان كان موزين على النبيوت جديدة وكان عندنا سيارة واحدة اللي يصح الصف ياخذها فأنا صحيت ما لقيت سيارة أركض أركض مشيت لين الشارع العام ختوانيت بدينار وقاطني عند قصر السيف وصلت مع الموعد وناهج دخلت علي الله يرحمه يغفر لك فشافني أنا مرتبك هو قاعد يخلص البريد مالا لين ارتحت وبعدين سألني قال لأنت سمعت قرية أنك تعمل فيلم وكذا قلت قال الله يطوي العمر احنا المسرح متفوقين فيه وفيه زكي طليمات وهو يعني يقود المسرح أنا ودي أسوي سينما تتزامن مع المسرح ونعمل سينما وخاصة الله يرحمه أخونا خالد الصديق قد عمل بس يا بحر فأنا أحب سينما وعايز أعمل سينما قال لي طيب شنو الموضوع قلت الموضوع يتكلم عن عهد المغفور لوالدك المغفور المرحوم أحمد اليابر وهو اسمه طين يتكلم عن أزمة مياه وكنا تعبانين هلكانية ما حد يدري عنه للآن كل الدول عايز تتين ما حد وكيف عانينا معاناة بس الممثل الكويتي غير معروف اللهجة غير معروف وكذا نعمل فيلم ونفتح السينمات عشان نشدش بلاش عشان تتفرج عليها وانا ما عندي فلوس عندي شوية فلوس وانت كتحط رعلان على اساس انه دعم لا لا محط رعلان ولا شي انا انا قاعد تتكلم عن مشروع عز عملي ما ما محاطط قال لي زين انت بس تبي دعم قلت لا بيدعم عشان فيلم ينتج ويعرض بال وبلاش اي ف ضق الجرس نادى مدير مكتبة قال لشوف الموضوع وسنعه وروح سو ميزانية روح سو سيناريو روح سو كده روح سو كده روح سو كده رحت رديت رحت رديت المهم اخذ وقت من من الزمن وما ما تم الموضوع ف ما كدعم وانا رحت بعد ذلك الى منتج كبير لو احنا صغار نشوف رمسيس نجيب يقدم رمسيس نجيب يقدم رحت لرمسيس وقلت له انا عايز اتعلم سينما قال لي ما تروح للمعاد سينما ياخذ وثلاء عايز اتعلم سينما عندك في مكتبك فحبني وبدأت اشتقل معاه في مجال السينما وفهمت السينما بكل حذافيرها وبعد ذلك يعني اخر شيء كنا عملنا في الفترة هذه كان تعرفت على فنانة وتم زواجي منها وبعد ذلك انفصلنا وظليت عاشق ومحب الى الان يعني كل اسم الكويت كل مهرجان سينما احنا نشارك في جائزة يعني العام الماضي كان في جائزة لحسين عبد الرضا الله يرحم وفي مهرجان سكندرية السينما كل مهرجان احنا بيت الكويت بنحط جائزة باسم فنان كويتي وهذا دور احنا بنلعب المفروض تلعب وزارة الإعلام شيء بسيط يعني بمبالغ صغيرة جدا ولكن معناها كبيرة جدا جائزة في المسرح في الأوبرا جائزة الفنان المرحوم عبد الحسين عبد الرضا جائزة الفنان العيد المفيد كل مهرجان سينما نحط مناخيرنا فيه نحط اسم الكويت فيه نحط كذا وهذا كذلك كل كلمة قلتها لك موثقة كل كلمة عندنا وكل عمل وكل شيء عمل جبار احنا بنوثق كل شيء كل موثق عندنا الآن احنا الآن بيت الكويت طالما معطل قاعدين نعمل معطل ليش دكتور حرام مثل الصرح هذا مع الأسف يعني يسأل فيها مع وزير الإعلام هذا الشيء يعني الآن قاعدين الشباب قاعدين يسوون قاعدين يسوون عن بيت الكويت اننا احنا عندنا افلام عن بيت الكويت كاملة يعني وكل يومين ثلاثة الاقي تلفون واحدة امريكية واحدة انجليزية تسأل انا رحت لقيتها بسكر انا رحت لقيتها بسكر انا قلهم عندنا صيانة قاعدين نعمل صيانة عايزنا نشذب كل سفراء ونقلت هذا الكلام الى امين عام المجلس الوطني سفراء سفيري يديد يعرف عن بيت الكويت عايز روح يشوف جناحة يتصلون فينا يقول مع الاستفير هايزوركم بكرة يقول والله عندنا صيانة عندنا صيانة عندنا صيانة عندنا صيانة انا ابي افهم انت لا انت اللي اخدت الارض يعني قطاع تكرم وخليته ماكو يعني وبعدين بلاعين انشفت ونتكلم يعني يا جماعة قل يعني ليش يعني وبعدين نحط مزاد علني يعني فيه اشياء ممكن ببالغ زيني هل انت ترضي انا عندي مثلا راس صدام اللي هو في الطاح موجود عندنا يا راس صدام عطونا يا الامريكان هدية عندي في دسمان حاطة فيه شايلة مقطية وحاطة فيه مقتنيات تيب فلوس يعني يعني راس صدام ده انسام زمان انسام راس صدام حسين اللي هو التمثال ما له انسام تمثال اللي طاح انسام اول زمان سامو واحد من دول الخليج سام بمليون دولار وقلت له شون انا حاطينه بالمدحب اشيله بالمدحب انا بمليون دولار ياريت بعت في مقتنيات فيها فيه مقتنيات يعني التروح هو الامين العام الحالي يقول انا تعلمت لما راح يقول تعلمت وحزنت انه اشوف هذا الصرح طايح ومهمل طبعا خمس سنين وكانوا طافي عنه حر والاوراق يعني انت حتى ما عملت عملوا لجنة الزمان اول ما سكروا عملوا لجنة عشان يشيلونا ما شالو يعني يشيلونا الأغراض اللي مية وخزنونا يعني حتى التخزين بخلوا على النفي التخزين بخلوا على النفي يعني يعني والحين دسمان اش عنده دسمان احنا بيشتغلون الشباب يجهزون لكم المتاحب المقر يعني عطونا مشكورين وزارة الإعلام بيشتغلون بيعملون بيعملون كونتاكت مع المتاحف العالمية بنعمل السفريات للدبلوماسية الشعبية بنشتغل ما عندنا متحف يعني بنشتغل شي مساند بالتعريف يعني بنسافر بنعرف وكذا بس ما عندنا ما عندنا القاعدة الأساسية الله مستعن آمين زين دكتور شنو أبرز الشخصيات اللي اللي واجهت في حياتك من أبرز شخص والله شوف ساعات أنت تقابل في شخصيات أنت تفاجأ يعني ما تكون بالحسبان يعني مثلا مثل ما قلت لك في البداية جون ميجر عنده صورة مع سمو الأمير راحل الله أرحمه الشيخ يابر الأحمد في تحرير كويت لأنه كمل بعد تاتشر هو اللي كان موجود في تحرير الكويت فأنا عندي صورة نفس الصورة وأنا وقع معه وهو بيوقع مع الأمير فهذه الصورة وهو يابر الحرس الملكي جدام نتصور الحرس الملكي يابر جدام المتحف برضو موثق هذا الشيء وعملوا استعراض حرس ملكي تحية لهذا المكان الذي وقفلته الكويت هذا موجودة الصور موجودة الحرس الملكي يأتي إلى المكان يعمل استعراض حرس شرف تحية لهذا المكان الذي اقطعت عنه الكهرباء فهذا الشخصية المهمة التي قابلتها رحنا قبرص وقلنا عن السفير عايزين نقابل الرئيس القبرص يقول مرة واحدة الرئيس يعني نتفاهم فما وفق في إجراءات لازم أكلم الخارجية فحنا عملنا اتصال طبعا هو أي حد يقابلك لازم يقرر السيرة الذاتية مالتك يعني يعني أنت زين مو زين منه وانت عشان يقابلك فبعد ما يشوف السيرة الذاتية يقتنع أنك رجل محترم يقول لك تعال فالرئيس القبرصي قال مو قص الجمهوري أبيهم على القذى عني في البيت رحنا للبيت وأكرم منه الرئيس تنسيغ من السفير لا 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 وبعدها السفير قال أفي عليكم شوف جميع اتصالاتنا مع الكونتاكت الحكومي في أي دولة هو يأتي اتصالات شخصية وتعززها السفارة يعني إذا طلب من السفارة أنه أنه اتصال أو أنه ساعات أوما يطلبون السفارة يقول إحنا حددنا له موعد حدي من عندكم يروحون جزاهم الله خير ففي شخصيات مؤثرة ومنتازة مثل اللي قلت مرة ومرتين وثلاث اللي هو الشيخ ناصر المحمد الشيخ ناصر المحمد كان يقول لنا حاولوا بقدر المستطاع أنكم تروحون تلفون العالم وتعرفون العالم بالكويت وتاريخ الكويت وكذا كان يحثنا على على السفر ويدعمنا وكذا فكانت هي يعني شخصية مؤثرة في كذا قابلنا الرئيس السيسي قابلنا الرئيس البلغاري قابلنا الشيخ الحسينة في بنغلاديش يعني قابلنا كثير من المسؤولين والرؤساء دكتور الأسرار هي هي مصدر جوهر حياتنا الشخصية نبي سر من أسرار الدكتور يوسف بتح لنا قلبك سر واحد يعني السر يعني فيه يعني أنا الحياتي بحياتي شخصية كانت مفتوحة يعني ما عندي ما عندي فيها إسرار أنا كل أنا تزوجت خمس مرات وانجبت من ثلاث سيدات يعني بنت ولد بنت ولد وبنت ولد وتربوا تربية حسنة وتربية صالحة عندي كم من العلاقات الطيبة في كل مكان وهذا ليس رصيدنا ما هو في الباينج إنما رصيدنا مع الكم من المعرفة التي هي موجودة في كل مكان في العالم السر الوحيد اللي هو مبدأ هو سعادة يعني عندي مبدأ من يوم ما أنا شاب لحد الآن وصلت من العمر أتي إنه هو السعادة إن عمري لدخلت بورصة عشان الصبحيني تلفوني عكني علي واستمرت ولا عندي مبدأ خلها على الله أصرف وما في الجيب يأتي كما بالغيب يمكن صح أو يمكن قلط الله أعلم أنا سعيد جدا ربيت الأولاد بشكل جميل جدا أحاول أمارس يعني أصحى ساعة ستة الصبح وأطلع وروح وأسافر وأعمل وأجتمع ويب الشباب وأعمل لهم لا ما توقفت على الإطلاق في 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 اتصالاتي في روحاتي في صفراتي أحب وطني الكويت بشكل كبير جدا 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 وأسعى لأني أنا أتكلم في هذا الوطن أتمنى من مثل ما قلتك أنه البلد مليان حسنات أنه يا جماعة وبعدين يعني وهو فعلا في مشاكل مثلا الكهربة تنقطع في مصر الكهربة تنقطعت الآن في فرنسا وخفوف الأحمال على برج كهربة تنقطع في كل مكان آه عندنا مشاكل وإن شاء الله الحكومة تعالج هذه المشاكل ولكن ما نعطي الأجيال هذه أنها ظلمة وهم عندهم مشاكل عدم وظائف وعدم كده بس إحنا مو نزيدها يعني نحاول نخففها إن إعمل موازنة ما بين السيئات والحسنات حتى في الحياة كده يعني في حسنات وفي سيئات ما تسك لسيئات سيئات إلى درجة أن الواحد كره بلده يعني ما يصير لا يجوز يوسف العميري شنو يقول حق يوسف العميري أنا أقول حق يوسف العميري الله يعطيك الصحة والعافية وإنك انت كفيت ووفيت واستمر ولا تيأس لأن أحيانا يعني قصبا عننا يينا يأس ولكن نقول لا تيأس والدنيا بخير والبلد بخير والله يطول بعمر أميرنا وشوخنا وحكومتنا وإحنا يعني المتأملين إن شاء الله في شيء جميل المتأملين إن شاء الله إلى الأفضل وإلى الأحسن واللي قاعد نسمع إنه السمع الطيب وأرد وأقول حق يوسف العميري لا تيأس من المسؤول إن شاء الله إن المسؤول توصل لهذه الرسالة ونقعد مع المسؤولين وندلل كل المشاكل التي نواجهها وعندنا عمل وعندنا يعني يقين في بلدنا وفي مسؤولنا اللهم آمين ويعطيك العافية الله يسلم كلمة خيرة نصيحة توجهها المسلمين أنا أنصح يعني أنصح الشباب كذلك لا يعتمد على وظيفة الدولة يعني أنا لفيت كثير من الدول وشوفت شباب مخترعين وشباب يعني عندهم اختراعات وعندهم مشاريع وعندهم يعني إحنا شبابنا قاعد يقضون بحار وقضون قاعدات مع بعض وأكل ولعب كوت وكذا أتمنى يعني عندنا عندنا عقول رائع عندنا شباب رائع عندنا شباب مفكر أتمنى وخليه يحتك في شباب العالم يعني الآن إحنا قاعدنا نفكر أنه نعمل مؤتمر شبابي لرجال أعمال نشجع الاستثمار يعني عندنا مبدأ استثمار العربي في الولد العربي على ضوء أنه يحتك الشباب الكويتي بالشباب أو الشباب الخليجي بالشباب التونسي مبدعين يعني أنا من فترة أدور على مبرمج ولما ألاقي للمبرمج يقول لي 15 ألف دينار وعشرين ألف دينار وشيء عجيب ضيحت شباب تونس زي الوردة يعني مبرمجين وإبداعات عندهم زين أنت احتكب أنت وأنت تعرف على أنت وهذا اللي إحنا قاعدين نسويه أنه من خلال خليجيون في حب تونس أو المغرب أنه نجمع دول على دول وهذا يستفيد من هذا وهذا يستفيد من هذا أنت عندك بسروع خذ رأيه أنت عندك نقص في مكان معين في برمجة في تركيبة في كده هو يساعدك كسوموا الرزق بينكم اشتغلوا مع بعض يكملون بعض هذا اللي أنا أتمنى من شبابنا لا تعتمد أنت قاعد تنطر دوال خدمة الله يعين دوال خدمة إذا قاعدت تنطر يمكن شيء ما هيك الدور اشتغل شوف أنت فكر يعني أنت درست في الجامعات الكويتية أو جامعات برد الفيسبوك من اللي سوى شاب كل الوسائل التواصل عملوها شباب صغار ونجحوا وجمعوا على الملايين اشتغلوا وهذا الرسالة اللي أنا أوجهها للشباب لا تقعد تعتمد على وظيفة الدولة تقعد تنتظرها وإنت عندك كل الإمكانيات اللي أنك أنت ممكن تبدعي الله يطيك العافية دكتور الله يسم وما شاء الله تبارك الله يعني قدوة الله يبارك قدوة للشباب الله يطول عمرك ويحفظك شكرا لكم شكرا لكم تابعين وفي الختام صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم